هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري عدد من اللقاءات مع عضاء مجلس النواب الذين أكدوا أهمية مناقشة برنامج الحكومة من أجل الوصول إلى برنامج موحد يغدم المواطن النهاردة يوم الطاقة وهو يوم وزير البترول وزير الكارباء وزير التلبيع تلات وزراء تابعين للجنة الطاقة والبيع اللي هو أنا برقصة في المجلس حضرتك ما ننكرش الأول دور سادر وزراء السابقين على اللي عملوا ولكن عندنا عقبات وعندنا مهوقات وعندنا مشاكل للكهرباء وقطع الكهرباء ده بالفعل عندنا ولكن توصية الكهدر السياسية وتوصية رئيس مجلس الوزراء وفي بيانه والوزراء جايين الوزراء جودوا عارفين إيه الدور اللي هيقدوه أن احنا لازم نشوف حل لموضوع قطع الكهرباء نهاردة بنكلم في الزراعة يعني قطاع بيهم الشريحة كبيرة جدا من المصريين سواء العاملين في هذا القطاع أو المستفدي من هذا القطاع فبالتالي النهاردة كانت تحدث عن زيادة رقع الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي القوم المصري من خلال وزارة الزراعة لبعض المشكلات اللي بتقابل المزارعين سواء في الأسميدة أو في الراية أو بعض الموضعات المتعلقة بالزراعة النهاردة يمكن النواب أشاروا لبعض المقترحات اللي كله بيأمل أنها تحل يمكن نهاردة بتكلم على زيادة المساهمة المصريين في الخارج في خطة الدولة في زيادة رقع الزراعية عن طريق مشروع أطلقناه يمكن مقترح كان يسمى مزرعة الوطن على غرار بيت الوطن في وزارة الإسكان ترجمة نانسي قنقر